السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اتبعين الكرام تابعي القناة من الاخر الخلاص معكم محمد نوردين ترتب فرقة دور الايطالي ترتب الهدفين بعد انتهاء مباريات اليوم اليوم الاربعاء تسع داشر الفين اتنين وعشرين في الجولة الرابعة عشر من الدور الايطالي اليوم متابعين الكرام ليتشي فاز على اطلانتا اتنين واحد احرص دفاي ليتشي اللاعب بس هو الاسم ده في الديه سبعة وعشرين الهدف سنة عن طريق دي فرانشاسكو في الديه ٢٩ هدف طالانتا عن طريق دوفان زاباتا في الديه ٤٠ ساسولو تعادلات ام روما واحد واحد احرص دف ساسولو اندريا بنامونتي في الديه ٨٥ هدف روما عن طريق تامي ابراهام في الديه ٨٠ فيورنتينا فازت على سلرنتانا اتنين واحد احرص دفاي فيورنتينا جاكومو بنافانتورا في الديه ١٥ لوكا جوفيتش في الديه ١٨ هدف سنة عن طريق بوليديه ٥٥ انتر ميلان فازت على بولونيا ٦ فوس كبير احرس الهدف الانتر ميلان اذن زيكو في الديه ٢٣ في ديه ٣٣ واطرور مرتينيس في الديه ٤٤ فدريكو ديماركو في الديه ٤٨ واتشالانو غلو درب الجزاة في الديه ٥٩ وربين جوزنس في الديه ٦ هدف بولونيا عن طريق ليكو جيانيس في الديه ٢٢ تيرنا فاز على سنبتوريا ٢٠ راحل اصدافية تورينو نيمانيا رادونيتش في الديئة ستة اه تسعة وعشرين والهدف سنة عن طريق نيكولا في الاسيتش في الديئة تسعة وخمسين متبعين للكرام بالنسبة للمباريات السابقة في هذه الجولة الجولة بدأت امس السبت الموافق ااسف ااسف اه امس السلساء الموافق تمانية احداشر عامفين اتن وعشرين نابولي يفصل على امبول اتنين صفر سيبيزيا تعادلت ام اودونيزي واحد 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 رامونيزي اتعدلت امام ميلان صفر صفر خلنا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الايطالي وترتيب الهدفين بعد انتهاء مباريات اليوم متبعين للكرام بالنسبة للمباريات السابقة في هذه الجولة هستلاقي اني سابلك في نهاية هذا الفيديو في هذه المنطقة الفيديو الخاص موعيد مباريات الجولة اه اللي احنا في هذه الجولة الربعة عشر الان نابولي متصدر الدوري تمانية وتلاتين نقطة ميلان المركز الثاني تلاتين نقطة اه لاتجل المركز الثالث سبعة وعشرين نقطة انتر ميلان المركز الرابع سبعة وعشرين نقطة اطلانت المركز الخامس سبعة وعشرين نقطة روما المركز السادس ستة وعشرين نقطة ايفونتوس المركز السابع خمسة وعشرين نقطة اودينزي المركز السامن اربعة وعشرين نقطة تروني المركز التاسع عشرين نقطة فيرونتين المركز العاشر تسعتاشر نقطة سلرونتين المركز حداشر سبعتاشر نقطة ساسول المركز اتناشر ستاشر نقطة بولونيا المركز تلاتاشر ستاشر نقطة ايموبولي المركز اربعتاشر اربعتاشر نقطة مونزا المركز خمستاشر تلاتاشر نقطة ليتش المركز ستاشر اتناشر نقطة سيبيزيا المركز سبعتاشر عشر نقاط كريمونيس المركز تمنتاشر سبع نقاط سمبتورينا المركز تسعتاشر ست نقاط الازفيرونا المركز عشرين والاخير بخمس نقاط بالنسبة لترتيب الهدفين متصدر الهدفين المركز سين لو طارو مرتينيز لعب انتر ميلا سبعة اداف ماركو ارنوتو فيتش لاعب بولونيا والمركز ثالث ادمولا لكم اللاعب اتلانتا ستة اهداف وبيتو لاعب اودينيزي وشيرق موبيل لاعب لاتسيو ودوشان فيلا وفتش لاعب فانتوس وبولايديا لاعب سلورنتانا وكفرت سخيريا لاعب نابولي والمركز رابع مبالا نزولا لاعب سيبيزيا سجل خمس اداف وماتيا زكاين للاعب لاتسيو وانيكولو بريرا لعب انتر ميلا وولوفيجي رو لاعب ميلا وبولي دبالا لاعب روما ورفياليا ولاعب ميلا متابعين الكرام بالنسبة المتصدر صناعة الاهداف عندنا في المركز الاول سرجاش زافيتش لاعب لاتسيو صنع صبعة اداف مركز سينيد روفيو لاعب اودينيزي صنع ستة اداف والمركز الثالث فليب كوستيش لاعب يوفنتو صنع خمس اداف وماريو روي لاعب نابولي وانوكل برر اللاعب انتر ميلا وبيوتر زيلنسك لاعب نابولي وروبيرتو بريرا لاعب ودونيزي وكفرت ساخلي لاعب نابولي اشتركوا في القناة على زر الجرس اذا اعمل لهاك الفيديو كان معكم محمد نور الدين نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته